المشاهدين أن نسيب حضراتكم مع موجز لهم وآخر الأنباء مع هالة تفضلي هالة شكرا بساند الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المختربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفضي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري اتصاقا مع مستوى العلاقات السياسية والرؤوبة التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين كما شهد اللقاء تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط والتنصيق القائم في هذا الصدد حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفاقدية في عدد من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية وذلك في بداية رحلته للمشاركة في اجتماعات القمة الخامس عشر لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال جولته بمطار القاهرة استمع رئيس مجلس الوزراء الشرح من وزير الطيران المدني حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة مؤكدا أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتقديم أفضل خدمة وأفضل جودة للخدمات للمسافرين كما تفقد مدبولي مشروع انتداد مبنى الركاب رقم ثلاثة بمطار القاهرة الدولي بهدف الوقوف على أعمال توسعة مساحة المبنى ضمن خطط التطوير التي يشهدها مطار القاهرة الدولي أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة أن موعد الانتخابات الرئاسية سيتم الإعلان عنه قريبا مضيفا أن الهيئة تنتظر توافر بعض الاستخدامات التي تحتاجها قبل أن تعلن عن موعد الانتخابات والتفاصيل الخاصة بها وفي مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة بالتلفزيون المصري أكد المستشار وليد حمزة أنه تم توقيع بروتوكول مع هيئة البريد المصري للاستفادة من البنية التحتية الخاصة بالهيئة وانتشارها في المحافظات للنقل أجهزة الهيئة الوطنية للانتخابات في أسرع وقت وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وأن هناك بعض الأجهزة الحديثة سيتم إرسالها لمكاتب الشهر العقاري التي سيتم الإعلان عنها في مواقع معينة على مستوى الجمهورية حتى يتسنى للمواطنين الذهاب وإعلان توكيلات لبعض مرشحهم أعلن الجيش السوداني أن قوته تبسط حاليا سيطرتها بالكامل على سلاح المدرعات بالخرطوم وأوضح الجيش السوداني أن سلاح المدرعات تمكن من دحر محاولة هجوم من قبل قوات الدعم السريع التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة مضيفا أن قوات الدعم السريع قامت بإطلاق عدد من قذائف الحاون بالمنطقة مما أدى إلى سقوط قتلى وغرحة من المدنيين كما أطلقت قذائف على عدد من أحياء مدرمان القديمة قصف سلاح الجو الروسي مركز مراقبة لإحدى المجموعات الإرهابية بالقرب من مدينة إدلب السورية وأوضح المركز الروسي للمصلحة في سوريا أن 17 مسلحا لقوا حتفهم جراء الهجوم الروسي في قرية بكافلون على بعد 4 كيلومترات جنوب غربي إدلب أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي نشر طائرتين مقاتلتين لإجبار طائرتين مسيرتين على التوقف عن إجراء عملية استطلاع بالقرب من شبه جزيرة القرم وأوضحت الدفاع الروسية أن قوات الجو والفضاء الروسية رصدت تحليق طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود في أثناء تنفيذهما استطلاعا جويا في منطقة شبه جزيرة القرم مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسي نشر المقاتلتين لإجبار الطائرتين المسيرتين على تغيير تجاه تحليقهما ومغادرة مناطق للسطلع الجوي قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيداف إن بلاده قد تضم إقليمي أوسيتي الجنوبية وأبخازيا الانفصاليين في جورجيا وأضاف مدفيداف أن فكرة الانضمام إلى روسيا لا تزال تحظى بشعبية في أبخازيا وأوسيتي الجنوبية مشيرا إلى أنه من الممكن تنفيذ هذه الخطوة إذا كانت هناك أسباب وجيها لذلك ورياضيا يلتقي الزمالك اليوم مع فريق الحجد العراقي في الدور الربع النهائي من البطولة العربية للأندية لكرة اليد المقامة في المملكة العربية السعودية وفي مباراة أخرى بالدول ذاته يواجه البنك الأهلي فريق العربي الكويتي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل موسيقى